عشان هيجي لك السؤال التاني هتقول لهم ايه ومين اللي هيمسكها بقى مطرحي ها عاوزين الاخوان تاني تقعد تتنحلن كده لهم تقول لهم يعني نرجع الاخوان تاني هم الاخوان خان عملوا ايه ده لهم بفرضيت انهم عاوزين نرجع الاخوان قالوا مش عاوزين نرجع صح ولا لأ? وقالوا احنا ورا الشعب مش قدام خلاص يعني بتطلبوهم منهم ورقهم ورونا انتو بقى الشنبات يلا يا رجالة الاخوان هوريك الفيديو بتاعه السيد ابراهيم مونير دلوقتي وراهم يلا يا رجالة طب الاخوان غابوا يتعتب عليهم حضروا يتشتموا طب نعمل ايه يعملوا ايه ام الاخوان هنحدث عن تنظيم الاخوان المسلمين عن قيادة الاخوان اما عموم الاخوان فهم بشر زي العاديين يشاركوا ما يشاركوش المحرورين انت عاوز ايه بالزبط عاوز ايه بالزبط انا بقول لك سواء كنت حضرتك شايف ان الاخوان ما شاركوش وبتعتب عليهم او شايف ان هم اشاركوا وعاوز تجرامهم ايه اخوان مش يقطعوا نفسهم وبالمناسبة في هذه القناة مفيش حاجة اسمها حد ما يقولش لو عاوزه هذه القناة فيها مساحة للديمقراطية انا بتكلم بمعاهدته ست سنين الناس بتجتهد انا بجتهد وزملاتي بيجتهدوا واذا ما ادركنا خطأ تحليلنا او رأينا بنعود من جديد على طول وفي اقرب لحظة لانه ضميالنا هي اللي بتحكمنا وهذا كلام يسري على كل زملائي بيلا استثناء وانا احيي فين ده انه احنا ازا غلطنا الواحد لو غلط والهوى مغري ممكن ايه يرجع لكن في مساحة حرية وديمقراطية مش موجودة في اي حتة ولما حد يقول ان الاخوان ما نزلوش ليه ويعاتب عليهم اقبلوا وعاتبوا وقلولوكوا التقاسي علينا ويسمع منكم وانا بتحدث هنا عن وقت الزميل محمد ناصر حياتي اسمعوا منه ويسمع منكم واكيد الزميل محمد ناصر عنده عنده كلام كتير يقوله وفاهم الموقف افضل مني ومنك يعني مش بالافضلية للمطلقة عشان ما تقولش انها مش حد يعني احنا كلنا نخطئ ونصيب لكن الناس عمانة تقول الاخوان تروح اليوم السابع تحس ان العامل تحرك مين الاخوان تروح عند احمد موسى تحس تروح في حتة تانية يقولك لا ده مش الاخوان اخوان قضينا عليهم انتهوا ماتوا طب يعملوا ايه الخلابة دول والله يعملوا ايه اللي عندهم معتقلين بالستين الف محتاجين اكله وشربه وعيال تطراعه يعملوا ايه انا عندي رأي في مسألة القيادة وعندي رأي في انه لابد للاخوان ان تزيد مساحة الشورى ومساحة التفاعل ومساحة القيادة ويحصل تغييد ده رأيه قلته واعلمته لكن في النهاية عشان اجي انام مفتكر ان اخويا معتقل مين بيرعياله مين بيرعباناته ما بقولش الاخوان بيعملوا كده بس اخوان مش في الاخوان لكن تبجار اللي كان جنبي بتاع الجراحة واخر عشر سنين ولا خمشان سنة ولاده وعياله وجلسات وروح وتعالى الاخوان عليهم عمل كبير ويشكروا عليه بس هم قالوا وستاذ ابراهيم مونير قال ان هم مش حيكونوا قدام الناس صح يا استاذ وانا بقى ناشد له استاذ ابراهيم ان يقول بان واضح وصريح مرحلة ما بعد السيس هي مرحلة انتقالية ليس فيها منافسة سياسية كما وضعت انا في المذكرة اللي انا كتبتها ليست منافسة على الاطلاق والبلد منهارة وبالتالي يجب ان يكون وضوح شديد في هذا الامر لا تقدم الاخوان من حق الاخوان يتقدموا ولا يتقدموا لكن انا بقول رأيي انا انه لا يجب ان يتقدموا لحكم هذا البلد وانه هذا البلد يحتاج الى جبهة وطنية تحكم وان يكون الاخوان برصدهم الكبير في العمل الاجتماعي والدعوي والنقابي موجودين واحزاب تمثل التيار الاسلامي موجودة البلد سعب وضعها والكلام بتاعة السيد ابراهيم مطمئن ومطمئن للغاية لكن اللوت كبير على الاخوان انا وصلتني رسائب وبتتكلم على نوضوع للمشاركة من عدم المشاركة والناس بتتكلم الاخوان حاضر غايب او غايب حاضر لنصح التعبير وموجودين وهما هيظلوا بقبع والحرب على الاخوان في تل ابيب واقرى الايدي جوهيد وفي تل ابيب واقرى لمحمد زايد وهي من عند السيسي ومن جهاز السيسي وفي المحاضرات التي تتلى على العساكر والجنود والزباط كلها ضد الاخوان المسلمين بحرب العالم وما زالوا موجودين هذا ليس دفاعا عنهم وهم يستحقون هذا الدفاع لكن قراءة وتوضيح للموقف الاخوان غابوا كله ضرب حيس بيس كله ضرب اخماس في اسناس خلينا نتكلم لكن النهاردة الحمد لله طلع ناشئة وطلع ناس كويسية نحمد ربنا ونحمد ربنا ونستغل ده ونبني عليه ان البلد محتاجة الطيف يوسع عاوز اسمع عن الليبراليين عاوز اسمع عن العلمانيين عاوز اسمع عن الطيار المدني عاوز اسمع عن بقية الاسلاميين ما هو الليلة مش هشهد الاخوان سكتوا مشتومين دخلوا ملامين لا خلينا برضو نكون الانصاف يكون حاضر وعزيز وانا اثق في انه من يمضي في طريق التغيير ويطالب بالثورة على هذا النظام حريص على ان يكون الكل موجود ده قدرنا يا جماعة وده قدر الاخوان يا استاذ ابراهيم قدرهم ان هم يعني يقودوا الناس لكن الظروف الصعبة الان بتخلي فيه استحالة يبقى ندي فرصة للناس وندعم كل الناس ناس باعتاني تقول لي هو الاخ محمد علي مش تكي ان المعارضة ما 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 شوقفة معاه مين قال كده معلوماتي واحنا عرضناها لما سول في الجزيرة قال انا بمسخش مع حد لا يا جماعة محمد علي ينسق ويقعد وكلم عن القنوات ورجع في الكلام وقال ده حسب ما وصلني لأ احنا كل واحد يعمل في سكته الان وانت على الشاشة قدامك اسوان اسوان فيه دي عربيات شرطة ولا ايه بالزبط يا شمام? اه عطيني الطريق. بتطلق بتاع ده ايه اللي بالشرارة ده بيطلع ده. بيجروا عليها. ناحيتها يعني. سيبدأ ما تيجي تقعد مطرح ايه. عمالي مليني اصلي ده على اوها دلوقتي. بس هو لو قعد مطرحها ههملى المكان. اي واحد هنا مكملين يسد والله مكملين رجالة. مكملين دي دولة. رجالة وعطاولة زي بتاع الشبرخ ما كده. اه دي اخواننا في اسوان. اهلينا في اسوان. وعتقول لي دول تبع الاخوان ودول مش تبع الاخوان. كان ده كناب فارغ. دول تبع الشعب. يا سيسي اخرج. يا سيسي اطلع. كلم الناس. قلوه انت بتاعنا نقعد. فين الاحزاب? فين السياسة? فين التفاهم? فين بتحب بلدي وبلدي تحبيني اركب العربية ومواصل تزوقيني? فين? مافيش.